طيب نروح للأثار بقى المكتشفة اللي كانت غريقة في البحر الأحمر إيه أكتر القطع لأبهارة العالم؟ والله إحنا عندنا أثار كتيرة جدا وجميلة زي موضحك تمثال إزيس لكن إحنا عندنا تمثال حلوة قوي قوي موجود في مدحف الأثار في مكتبة الأسكندرية بتاع ملكة بطلمية قد تكون الملكة أرسنوي التانية ودي كانت شخصية مهمة جدا في عهد البطلمة أو قد تكون الإلهة إزيس أو الملكة نفسها مصورة في هيئة الإلهة إزيس تمثال كبير جدا وحجمه ضخم ومثل يعني بالحجم الطبيعي وحضرك تقدر تشوف جمال فن النحط في هذه القطعة البديعة لكنك شايف حاجة حية قدامك إزاي مثل السياب إزاي مثل جمال الست الجمال الأنسوي والقطعة دي كانت مصر بيسم من روح تانى وقت مطاعة الأمريكية كانت معروضة الناس كلها كانت بتلف حولها وتشوفها بإمبهار ليس لهم إيه قصة هذه الملكة؟ أنا حضرت الاكتشاف بتاعت هذه القطعة في يونيو 2001 في خليجة بوئير طلعوها كانت في المية غرآنة وطلعوها هذه القطعة من تحت المية وكان موجود ساعتها الوزير الثقافة كان الفنان فاروق حسني والدكتور جابالله علي جابالله كان أمين عام مجلسة الأسار والذي هو اب سلم حجوب عليه رحمة الله ومحافظة الأسكندرية وطبعا فرانك جيو اللي هو المستكشف الفرنسي مع حدد كبير طبعا الدكتور إبراهيم دارويش وكل زميلنا في الأسار الغرقى المصريين اللي عملوا هذا الإنجاز والجميل في الموضوع أن كل الشباب اللي بحفر دول كلهم مولادنا اتضربوا على هذا الأمر وبيعملوا إنجازات مزهلة زي ما ولما أنا وزميلنا في الحفاير بقى فوق الأرض مصريين وعملين إنجازات عظيمة في هذه الفترة وقبل كده كل فريق مصري يعني بحت وبيعمل حاجة مزهلة جدا وبيختصوا على فكرة على عم كبير جدا تحت 50 متر تحت سطح المية ودي حاجة صعبة بيتضربوا على الغطس؟ ولا بنستعين بغطصين مصريين معهم؟ لا هم غطصين مصريين أسريين يعني هم درسين أسار وتعلموا الغطس فده الشيء الجميل في الموضوع وعندنا أسامي كبيرة جدا وأسامي مهمة في هذا التخصص فساعتا كنا وقفين كان مشهد بديع جدا طلعوا لوحة كبيرة جدا من بداية عصر البطالمة فضلا عن هذا التمثال وتماثيل أخرى جميلة وحاجة بتشوفهم يعني كن بتولدلك مولود وحاجة بتستقبله في الحياة في شيء مزل إن حالك تشوف أسر بيطلع من المية وطبعا بقالوا يعني فترة زمنية جدا جدا ده إحنا بنشوف بس هو بيتم استخراجه بيتم استخراجه لا أو ساعات هو بيتم استخراجه مثلا من المناطق بالفرشة كده واللحظات دي برضو لحظات مهمة بقى بينزلوا برضو بيعملوا خريطة للموقع بيسجلوا الأسار بيطلعوا الأسار وبيصوروها شغل بقى تحت المية كل اللي بيحصل فوقه الأرض حضرتك بيحصل تحت المية طبعا إكسجين وتحت ضغط المية وعمق يصل إلى 50 متر فكل دول يعدوا أبطال ومناضلين هؤلاء الشباب الأزام وهؤلاء الأسرين اللي بيحفروا تحت المية يطلعوا أسارنا اللي بتزهي العالم وتبهروا في كل المواقع سواء في أوروبا أو في شرق الأقصى أو في ولاية المتحدة الأمريكية